السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الفرقة الثانية شعبة اللواء الإنجليزية كلية التجارة جماعة طرف الشيخ أهلاً ومرحباً بكم في محاضرات مادة المناجيريال applications on computer النهاردة معانا تطبيق تاني من التطبيقات الإدارية اللي هنستخدم الأكسل علشان نحسبه اليوم سنستخدم لتطبيق اخبارناها تستعمل تجارة نحوة فرقوصي تحبب أحدهم المناجيرية كل أشخاص وعلى مسابيات تحتاج إلى تحتاج إلى تحتاج إلى تحتاج إلى مستعمل وي تحبى الهاجرات و القهمات التي تحتاج إلى تعمل في أفضل الموضوع أيها تحتاج إلى تحتاج المنطقة التي يجب أن تحضرها. هذا هو أحد الأسئلة المهمة والتخنيكات التي يجب أن تستخدمها. تحضرها في عملية جدًا. هي طريقة أن تتسبب الماضي. كيف تتسبب الماضي؟ كيف تتسبب الماضي؟ كيف تتسبب الماضي؟ لدينا أثناء عملية تحضرها في المانا. وعلى المستخدم الثانية هي عضوية عجلة و عضوية عضوية عضوية. الأول مالذي هو عضوية 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 و عضوية عضوية عضوية. الحصول في الماضي غالباً سيتكرر في المستقبل، هذا الأساس بتاع الفوركاستن ما حدث في الماضي سيتكرر في المستقبل. أكثر من الألوان الملحة أو الأولى. أمام الملحة بسيطة أبيضة 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 تحدثت في المستقبل. بتعتمد على سبيل موينج أبروش لو سبوز وي هاو سولد فور the last three years each year we have sold like ten thousand units التلاثين اللي فاتوا كنا مبيع كل سنة عشر تلاف واحدة يبقى متوقع السنة الجام بيع كان عشر تلاف واحدة ومنتهى البساطة أنا ما حدث في المال سيضاكل في المستوي حسب تهزاي والله جماحت اللي أنا بيحته في الثلاث سنوات وأسمته على الثلاثة فقاللي ده التوقع بتاع البساطة طيب لو بيحت في السنة اللي فاتت عشر تلاف السنة اللي قبليها تسعة تلاف السنة اللي قبليها تلتاشر ألف هجمع الثلاثة زائد التسعة زائد العشرة واقسم على الثلاثة يبقى ده الفوركاست بتاع السنة القادمة طيب Could we do forecasting for four years Yes, for five years Yes, what's the difference Just calculate the actual sold or actual sales last four years and divided by four For five years, just calculate or add the sales for the last or previous five years and divided by five يبقى جمع المباعات خلال الأربع سنوات الماضية واسم على الأربع جمع المباعات خلال الثلاثة سنوات الماضية واسم على ثلاثة أو خمسة على حسب الطريقة بتتنبى بها This is very simple example Compute a three-period moving average forecast demand given for shopping carts for the last five periods بديك sales or shopping carts for five periods بقولك استردم بس ثلاثة من الخمسة بس ثلاثة من الخمسة بتاع ثلاثة من الخمسة ليه؟ لأنه قال لي Compute a three-period moving طب قال لي Compute a four-period moving بأخذ الاربع بأخذ الخمسة بأخذ recent three recent three آخر ثلاثة سنوات أو آخر ثلاثة فترات ليه؟ لأن المفروض الماضي القريب هو توقع أكثر حدوثاً يعني most likely to repeat it in the future the near past الماضي القريب يببى الثلاثة اللي أخذهم ها أخذ الفترة الخمسة والرابعة والثالثة محنش يقول لي واحد وثنين لا بأخذ من تحت الفوق الماضي بأخذ فترة الرابعة والخمسة الخمسة والرابعة والثالثة والثالثة طيب لذلك الثالثة الماضي الماضي يبقى ها أخذ 41 40 而 أجمعهم و أسمعه ثلاثة يبقى الـ الهدوز الماضي يبقى E السهلة مالتخاب الثالثة اللي هي الـ الماضي The computed moving average هايدين متوسط بقولك Compute a weighted moving average Using a weight of 40 For the most recent period Nafs الا فترات هوت من واحد% لخمسة خلاص Ignore period 6 et 4 now تقريح الرقم 6 لحد الوقت من واحد% لخمسة خمسة واحد واربعين أربعة ولا اربعين ثلاثة 43 period 240 period 1 42 بقولك Compute a weighted average فوكاس using a weight of 40 or 0.4 for the most recent period يب احطوا الهويت كام ؟ 4 من 10 هو اللي قلي for the most recent 0.3 for the next most recent يب من تحت مش مفوق 40 for most recent 30 for the next most recent period 20 for the next 10 for the next 20 a 10 نفس الموضوع بالزبط منتهى البساط هنا أربعة ولا ثلاثة هنا أربعة لأي فور because he gave me a weight for 4 periods يب انا لازم احسب 4 periods ثاني make sure you have some of the weights 1 equal 1 مجموع الاوزان النسبية بيساوي واحد صحيح كويس طيب في الحالة دي يبقى ال average بيساوي 41 multiplied by 0.40 plus 40 multiplied times 0.30 43 times 0.20 40 times 10 мин 40 40 49 فوركاستنج دمان 42 40 43 40 43 40 40 عزي ناسب A كالكوليت The Compute 3 Period Moving Average 3 Period Moving Average 2 Equal A The Most 3 Recent Period 41 40 43 كويس أجمحهم وأقسم على كام على ثلاثة أجمحهم وأقسم على ثلاثة كويس ثاني بنا محتاج أعمل A Sum بلازم زي ما احنا متعودين Active Equal بنا يفهم ان انا عايز اعمل A Active Formula أو معادلة Sum تظهر لي المعادلات المختلفة دبول تسوق على Sum يظهر لي A المعادلات ها يتعتبر باقي A 3 Moving Average 3 Periode Moving Average اخر ثلاثة او ثلاثة ؟ اخر ثلاثة سامة ثلاثة يبقى الثلاثة اللي تحت دول from B52 B52 في القرص واسم على ثلاثة enter يبقى ال average 41 3 3 3 صعبة سهلة جدا يبقى الثاني المعادلة sum B50 لحد B52 مجموحهم الثلاثة واسمت على ايه على ثلاثة طيب الطريقة الثانية اللي هي ال wait كل اللي هعمله هحط الايه ؟ هحط الاوزان بتاعتي الجديدة ماشي الاوزان 40 هنا وبعد 40 هنا كان 30 20 10 30 20 20 20 20 70 30 30 30 18 30 عايز احساب ايه؟ عايز احساب الويتد موهن جاملش تمام؟ طيب عايز احساب ايه؟ بنفس الطريقة ها احساب ايه؟ ها ايه؟ احساب ايه؟ وارام با نغير ايه؟ values اتفم ايه؟ ايه باية droite ايه ليش من انه ايه ؟ زائل عالية رج nossasիع banyak للا ايه خلادي خليني الاولي اعمل اكواس افتح كورس يبقى دي خانة B 52 x C 52 كيف الكورس Plus افتح كورس تاني D x C 51 كيف الكورس Plus افتح كورس تاني D B 50 x C 50 كيف الكورس Plus افتح الكورس B 49 x LC 49 يساوي الداني الوث موفي افتح كورس كان واحد اروبيا كمس simple كويس طلع الايه الموفي افتح بتاعتها كام واحد وارمين بالظلط واحد وارمين طيب نكمل كده السعب لك ايه ساوي وارمين موط نفس الموضوع احسيب لي تحصل لاتفح لان الداني الامر موط لتحصل ثلاثين تنزل لفترة خمسة العشرين تنزل لفترة اربعة العشر تنزل لفترة ايه ثلاثة وهكذا يبقى نعمل موف كده shift لان ال 40 for most recent one طيب يبقى انا هنا قالك suppose actual demand for period 6 is 39 يبقى period 6 افترض ال actual demand بتاعتها كام 39 يبقى c 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